اشتركوا في القناة استحضروا المواقف الخاردة لنساء ورجال أو فياء مخلصين لم يتوانوا نحظة واحدة في استجابة لنداء الوطن مؤدين دورهم النضاري والوطني باستمادة وركاغة شاش فكتبوا بدمائهم الطائرة أرواح صفحة المجد والسعدة والخلود ستظل موشومة في الساكلة الجماعية مؤكدة عن نواصر متينة كل وجود والتجسد بالدليل القاطع والبرهان الصاطع تلاحم كافة أفراد الشعب المغربي وهم يواجهون وجود استعماري ويدافع نحن المروط المحياطي ومقدساتي الديني ودوابتي الوطنية إن عظمة هذه الدكرة بأيامها المجيدة الثلاثة تستوجب بل تحتم علينا أن نقف وقفة دأمل وتدبر في تاريخ المغرب الغني بالأمجاد والروائع والمكارم والتي نستحضر منها معركة سنة معتمال سنة 1912 ومعركة لهريب الأطلس مدوست سنة 1914 ومعركة أنوار بيغريف سنة 1921 ومعركة أنوار بيغريف سنة 1928 وغير سنة المعارف الغطورية لجيش التحرير في جنوب المغربي بين سنة 1915 و 1960 وغيرها كثير من المعارف والاندفراضات الشعبية ضد التصمت باستعماري ففي مقاعد الثلاثين من القرن الماضي وجدت الإقامة العامة للحماية الفرنسية نفسها في مواجهة استراتيجية جديدة من مقاومة تعلق الأمر بالنضار السياسي الذي انطلق من المدن لتمتدط الضلاله وشرارته إلى القرى والبوادي بقيادة رجال في حركة الوطنية الذين عملوا عراض أطير الساكنة وتعبئتها ضد الإجدل الأجنبي لمواجهة ممارسة التمعية عن طريق احتجاجات وتوزيع المناشر والبلاغات الصحفية ونشر البعيد الوطني والإلهاب الحماس الشعبي في أوساط الشعب الغريب وإدراد تقديم الوتيقة المطالبة بالاستقلال في 11 ينوار 1944 لرسولات الحماية للفرنسية من قبل الوطنيين بتنسيق مع جلالة مربولة ومحمد الخامس طيب الله أتواه وضاعف سعار المستعمر الذي قرر من مواجهة الموقف لحملات العنف والترهيم والتصفية الجسافية التي طالت عشراتهم تطاهرين بمدود باس وسلاوة رباط وانتناس وغيرها عقب الانتفاضات والمراجعات المعاربة التي شهزت كافة عن حق الملاد أيام 1931 يناير 1944 تأييداً للمطارب العادلة التي تضمنها وتيقة المطارب والاستقلال وسيشد الصراع أكثر بين الإقامة والإقامة العامة بالكماية الفرنسية والتصف الملكي وكتابه التاريخي بها من مواقف رافضة السياسة لإستعمال ودنسك الجلالي بعدم الرضوح لإملاء الإقامة العامة للكماية الفرنسية فكانت مواقف رافضة لكل مساومة من سبب منفيد الزمنوتك وشروع مستعمير في تدبير مؤامرة الفصل بين الملكي وشعبي وقد تصدى المغاربة لهذه المؤامرة التي يبدأت خيوضها في بداية الخيوض حيث واقف المراقش ينون بن بن صادق يوم 14 و 15 و 15 و 15 و 15 و 15 و 15 و بوجده وقعدها بدغب قتابه قرد يوم 17 و 15 و 15 و 15 و 15 و و غيرها وما أنعمل خبر في ربور عمال نتعة وشعب في فور الأرجاء لها حيث تفضل الشعب المغربي برضة عارمة وتبجر غلبو في وغير اقتلال الإجرائي وبدأت خطيف من عمل المزر لأخر المقاومة في داع حيث تشكلت خيار المقاومة في داعي وطنبيمات سرية وانطرفت عماليات البطورية لبارد اشتركوا في القناة